منشور على الفيسبوك احتفظت فيه من آخر أيام رمضان هذا المنشور اللي استوقفني هو لأحد ما يعرف بالأغنياء هو شخص من الأغنياء على صفحته على فيسبوك ودعوني أتحفظ عن ذكر اسمه هذا الثري يقول أمضيت شهر رمضان وحيدا عاجزا مثقلا بالأمراض التي تحد كثيرا من حركتي أتفقد هاتفي لعله قد استقبل مكالمة ما ولم أشعر بها فلا أجد من ذلك شيئا خلفت ثلاثة شباب وأختهم وهم خلفوا أربعة عشر حفيدا معظمهم اليوم في الجامعات وأغلب هؤلاء الأحفاد قضى معظم طفولته على أكتاف متجولا ما بين ديزني لاند في باريس وبين لندن وبين ميلانو في إيطاليا أفنيت شبابي في تدليل آبائهم وأمهاتهم نجتمع على الطعام خمسة عشر فردا بل وأكثر هذا عادة أما اليوم وفجأة تختفي الضوضاء والأطفال وأباؤهم وأرى نفسي صديقا مخلصا لصديقين اثنين هما النوم والنوافذ وأقسم بالله أصبحت النافذة أعز علي من أولادي يقول هذا الثريب لي ولد في كندا وهو الأصغر عمره أربعون عاما يكلمني بمعدل مكالمة واحدة في الشهر لم يبارك لي في رمضان وحتى الآن وطبعا خلال عشرة سنوات أو عشر سنوات غياب ومع قلة مكالماته لم يسألني يوما بجدية إن كنت بحاجة لشيء وفي نهاية المكالمة يقول ارضى علي وكأن الرضى هو كمية من البومبون أضعها في جيبي أخرج منها متى طلب مني ذلك أما الآخر في اسطنبول فيحتاج عشرة أيام حتى يكلمني بهاتف مقتضب ينتهي بجملة سريعة ومتصلة عاوز شيء بابا بخاطرك أما الكبير فيكتفي بالسلام علي فقط السلام لا أكثر عن طريق رسائل المسنجر المكتوبة وليس الصوتية حتى يعني حتى يبخل علي بسماع صوته وأخيرا كلهم يطلبون الرضى وأنا أتساءل الرضى على ماذا كل أولادي كانوا جهودا على معاملة أنا لأمي وأبي رحمهم الله وأقسم كما يقول أنهما أي والدي طلبا مني ذات مرة التوقف عن تقديم الهدايا لهم ولم أكن أرضى أن تدخل بيتي فاكهة أو أي نوع من الطعام غير العادي قبل أن يدخل بيتهما قبل بيوم واحد أو أكثر على الأقل وحيدا قبيل المغرب أجلس بقرب النافدة وأنتظر المغرب سكون وسكون وأفكار سوداء وأتساءل أين أولئك الذين أفنيت كل شبابي ومعظم كهولتي في تدليلهم وتدليل نسائهم وأولادهم أين هم ويقولون لك في النهاية في نهاية كل مكالمة موسمية ارضى علينا يا بابا وهنا أتساءل هل إذا أنا رضيت سيرضى الخالق رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا وفر لي ولوالدي وليوالدي 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 وليوالمؤمنين شكرا